توجيه تهمة حيازة سليح بشكل غير قانوني لنجل الرئيس الأمريكي القضاء الفيدرالي الأمريكي واجه البرح لخميس تهمة حيازة سليح ناري بطريقة غير قانونية لهانتر بايدن ابن الرئيس جو بايدن الوثئيق القضائية كشفت انه بايدن الابن قام بتصريحات كذبة وقتل شريس سليح في مدينة ديلاور سنة 2018 ونفي مشكلته مع طاعات المخدرات محاكمة بايدن بايدن بتكون العام جاي في وسط حملة الرئيس الانتخابية اللي حاول من خلالها انه ينتخب لمدة ثانية صحيفة الباريزيين تكتب ديزين دي ميغران بورسويف لغريس ان جستيس ابري لنفراج دين باتو ترانسبرطان دي سنتين دي برسون عشرات المهاجرين يقاضون اليونين بعد غرق قارب يقل المئات بعد نجيتهم من الكرثة الاكثر دموية لغرق قارب في البحر الابيض المتوسط في السنين الفارطة النجون من الحاثة رفعوا دعوة قضائية ضد سلطات اليونانية بتهمة التقصير في حماية ارواح المهاجرين الحاثة صارت في شهر جويليا من العام التي عادة وانغرق فيها قارب صيد كان يحمل اكثر من 750 شخص على بعد 70 متر فقط من السواحل اليونانية فرق الانقاذ وخفر السواحل اليوناني حسب ما ذكرته الصحيفة لم تسرع لسحب القارب بالانقلب ما ادى الى غرق اكثر من 600 شخص كانت هذه الروفو متعنا اليوم السيم نتلقى في الروفو